طيب النتائج الاهل المسلم الماضي على فكرة رغم ان الاهل بالمناسبة يعني الاهل انهى الدوري في المركز التالت لكن طالما الاهل مش بطل الدوري لا يفري معاه تاني ولا تالت ولا عشر يعني عمر الاهل مفقر في فكرة ترتيب المراكز او تحسين المراكز عمر الاهل مفقر كده الاهل لو مش بطل الدوري لا تفري معاه تاني من تالت من عشر عشان بس بعض الناس تقول لك الاهل خلص الدوري تالت والله التاني التالت العشر كلهم زي بعض الأهل بالنسباله يعني المركز الأول ويبقى البطل يعمل الباقي كله بالنسباله سواسية فكرة بأن الناس ممكن تقولك أنا الوصيف وإزاي أنت ما بيتش وصيف هو متعاود على الوصيف لكن الأهل دايما معاود جمهوره على المركز الأول ولكن رغم أن الأهل في المركز التالي السنة دي أقوى هجوم أقوى خط دفاع وأقل الفرق اللي اتعرض لخسار في الدوري أربع خسار بس لكن اللي عمل أزمة للأهل السنة دي في الدوري حجم التعادلات مع فرق كنت ممكن تكسبها في بعض الأحيان حصلت أخطاء تحكمية أنا مش أقول كل حاجة على التحكيم برضو عشان نتكلم بموضوعية التحكيم كان جزء بس الجزء ممكن يكون كام أربعين خمسين في المائة لكن في خمسين في المائة تانية ممكن متعلقة بالجهاز الفني باللعيبة والروح حاجة كتير أو ممكن نقولها لكن في بعض الأحيان حصلت نتائج سلبية وتعادلات أفقدت الأهل فرصة المنافسة على اللقب من بدري كلام ده مثلا قبل نهاية الدوري بحوالي 7-8 أسابيع لذلك حتى الآن لوقتها كان خط قرار في أول شهر 8 وكان لسه في حوالي 8-9 مطشاط أنه هيستكمل الدوري بالناشئين واللعيبين العائدين من الإصابة يعني الفكرة بالنسبة له هو بيشايف أن فيه أخطاء تحكمية مؤسرة على النتائج فأنا مش هكمل في المسرحية الهزلية دي وهحاول أستفيد بالعناصر اللعيبة القطاع الناشئين وهشوف اللعائدين من الإصابة مدى استعادة الفرمة والده راحة سلبية للصف الأول خلال الفترة الأخيرة عشان يكون فيه راحة لكل اللاعبين الأساسيين قبل الاستعداد للموسم الجديد لكن أنا بتكلم على النتائج أقوى هجوم 62 هدف أقوى خطة فع 21 هدف تمام؟ بنتكلم كمان أقال الخسائر 4 مباريات أنت كسبت أصلا المتصدر ياخد منه 4 نقاط كسبت الفريق اللي في المرجز الثاني ياخد منه 3 نقاط حتى في المواجهات المباشرة أنت متفوق عليهم لكن التعادلات دي هي اللي أفقدت الأهلي بطولة الدوري عشر تعادلات أنت لو كنت تعادلت خمسة من العشرة يعني أعتقد كانت زمانك دلوقتي متفوق على الفريق المتصدر واللي فيه بالدوري بأكتر من حوالي 3-4 نقاط حتى لما لعبت بالنشئين عملت نتائج أجابية آه ما تخططش نسبة 60-70% لكن المتصدر لما لعب بقطاع النشئين اتعادل وخسر ما عرفش يكسب لكن في النهاية فيه أمور ممكن نستفيد منها ونشوف السلبيات اللي حصلت السنة دي عشان نستفيد بيها ونعالج ده للسيزون اللي جاي والسنة اللي جاية بإذن الله أخرا